مها صبري صاحبة أشهر أغنية شعبية معروفة في كل بيت نصري وعربي الأغنية اسمها متزوئين يا ماما حياتها مليانة بالأسرار لكن أهم سر في حياتها هو علاقتها بالزئبق الحمر فالحلقة دي هتكون الجزء الأول عن الزئبق الحمر 1932 اتولدت الفنانة مها صبري واسمها الحقيقي زكية فوزي محمود واللي اختار اسم مها صبري هو الفنان عبدالسلام النابولزي اشتهرت كفنانة في فترة الخمسينات وعملت مجموعة كبيرة جدا من الأفلام السينمائية والأغاني الشعبية ولكن بلون متميز وراك وشاركت في أكتر من 25 فيلم سنينة ومها صبري فضلت تقدم مجموعة من الأفلام والأغاني الشعبية المتميزة وكان ليها تجربتين في الجواز لكن التجربة الثالثة هي التجربة اللي غيرت لها حياة مها صبري اتجوزت من شخصية سياسية معروفة ولكن اشترط عليها أنها تعتزل الفن وتختفي خالص عن الأضواء وفعلا عملت كده واستمرت معاه لفترة طويلة لحد ما حصلت بعض التغيرات والشخصية السياسية دي توفت واكتشفت مها صبري ساعتها أنها خسرت كل حاجة وكانت عايزة ترجع تاني للوسط الفني وترجع تشارك في الأعمال الفنية وما كانش قدامها حل تاني غير أنها تطلب الوساطة من المكلسوم علشان ترجع تقدمها تاني للجمهور المكلسوم وفقت وساعدتها لكن مها صبري في الوقت ده جالها مرض كرحة المعدة وفضلت تعاني منه لمدة أربع سنين ولما بدأت تتعالج بشكل تدريجي قررت أنها ترجع للوسط الفني تاني لكن أثار الشيخوخة وكبر السن بدأ يظهر على وشها ومن هنا تبدأ علاقة مها صبري بالزيء بقى لحظة واحدة جارتها قالت لها على ست مشعوزة هي عرفاها الست دي تقدر بعلاقات مع الجن وبطريقة معينة أنها ترجع لها شبابها تاني وتخلي شكلها يبان كأنها بنفس حالتها الأولى وبنفس جمالها اللي الناس متعودة عليه وفعلاً مها صبري صدقتها وراحت للست المشعوزة دي والست دي أول طلب طلبته منها أنها هتعالجها عن طريق الزيء بقى الأحمر وقالت لها أن الجن بيحب الزيء بقى الأحمر وقالت لها أن الجن مجرد ما بيدوق الزيء بقى بينفس كل الطلبات وكل الأوامر وفعلاً مها صبري دفعت فلوس كتير والست المشعوزة أقنعتها أنها اشترت لها الزيء بقى الأحمر وقالت لها أن الجن طلب منها أن زي ما الجن هياخد زيء بقى أحمر لازم كمان مها صبري تتناول الزيبق الأحمر في مجموعة معينة من الأعشاب الست المشعوزة دي هي اللي محضرها وبدأت تقنع مها إن شكلها بدأ يتغير وبدأت تصغر في السن مها بدأت تدفع فلوس أكتر وبدأت تشتري كميات أكبر من الزيبق الأحمر اللي هي طبعا كانت مقتنعة إن المادة اللي لونها أحمر دي هي دي الزيبق الأحمر وبدأت الست تجيب لها الأعشاب وتحط لها عليه الزيبق وتطلب منها إنها تاكل الأعشاب دي بانتظام وفي كل مرة كانت الست المشعوزة بتقنعها إنها ظهر عليها صغر السن لكن بعد أربع سنين من تناول الأعشاب اللي عليها الزيبق الأحمر مها تعرضت للآتي أولها تعرضت لتدمير الجهاز العصبي تماما وبعدها تلايف وقتل خلايا الكبد وبعدها دخلت في غيبوبة للكبد لحد ما توفت سنة 1989 والحد تاريخ الوفاة ده كان في ناس قلالين جدا قريبين من مها صبري عارفين إنها كانت بتسمع كلام المشعوزة وكانت بتتناول الأعشاب دي اللي عليها الزيبق الأحمر الزيبق ما عملهاش أي حاجة وتوفي حالات ناس كتير ومشهورين كتير جدا اتنصب عليهم بسبب الزيبق الأحمر والزيبق الأحمر زي ما قول مادة بيتصارع عليها ثلاث أصناف الصنف الأول هم الدجالين والمشعوزين الصنف الثاني هي الناس اللي بتدور على الآثار أو اللي بتبحث عن الآثار والصنف الثالث هي الجهات المسؤولة عن التجارب النووية المختلفة وهعمل فيديو مخصوص عن الزيبق الأحمر وهوضح فيه كل الحقيقة عن الزيبق الأحمر سلام عليكم